اشتركوا في القناة 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 لا فرقة ذراعة موجود الاخراء في الفرق صغيري كي تشوفو غي صغيري خرجت لي كيلو ديال الطحين خرج لي اتناش الحبه اتناش الحبه صافيك نكمل بحال هاكا تندير شوية دي المفيد دي ونقطع ديك القريسة ديالي ونديرها نلوي هاكا في الزلالح صافي ونحطها ديك ساعة على ما نسايدك شي كله تكون تلقيت لي ديك اللوله نبقى هاكا تنكمل الوحدة ديالي كلهم ارجع لكم شاء الله نبدأ تاقة نتقدر نكون لا اذا اضجته تمتلك في مجوهما لم تستطيع مجوهما تمتلك المياه مجوهما release قمت بتجربة ماء انده لذي قمت بلايز تبايل يجب أن يأتي كلها فيه يعطي من درزوين سوف يبقى حتى نكملهم كاملين طريقة التخمار أنا أريد أن أعطيها لكم من بعد أريد أن أعطيها دعبة لا نخمر فوق فوق المندير الخبز إلا لأنه يجب أن يخمر يجب أن يكون لديك شكل يجب أن يجب أن يكون لديك يجب أن تتقبل وفاش تخلي الفرق تخرج لك قاسحة و لا تخرج زوينة تخرج قاسحة فاش تعرفوا العجينة ناجحة يخرجوا لك قرس يخرجوا البواقاتك في الجناب يعني العجينة خفيفة واخدها حقها في الدلكم مزيان واخدها حقها في هذا دعما في التخمار أنا مبعد مكنت الوحدات جالي كلهم أرجع لكم طريقة التخمار بحقها نضع لطاة الفران و المنسبة لديهم فران يكون قضية سهلة هنا لطاة كبيرة نضع لطاة الخبز من بعد ما قررسته قدرت لي ثلاثة خبز من وسطين في حال الخبز يتباع في الحانوت و حال القياس خرجت لي هذا العجينة خرجت لي 12 حبة إذا كبرتهم راي خرجتهم قل قدرتهم حل ذاك البرجر الصغير و الخبزاتك اللي كان دور في المناسابات راي أعطيكم أكثر هنا بالنسبة بالنسبة هنا قدرت أدعتها دورة ترنشوار مهم تكون خاصة للخبز قدرت هكي الشريطات باش فاش تخمر يعني ذاك شكل بحل علامات زائدة من الوسط ما بغيتوش تعملوا غير فرشيطة هاديك تصلح بزافة اللي بغيتو تديروها كالخبز المناسبات ديروها كالخبزة صغير ورين تعتديك شكل زوين مندر زوين طريقة ديال طياب أنا كنشعل من الفوق نشعلو غير من الفوق نجهدوليه مزيلا حتى كي طيب صافيو كنديروها فلوس ديال الفران حتى كي طيب من الفوق أو عدك ساعة كنقلبو يطيب من الجهة الأخرى بالنسبة الحرارة 200 درجة الفران اللي عادي راه غادي تشعلو ليه من التحت وصافي اتشعلو ليه من التحت واتقلبوه طيب وقلبوه هنا يبقى نوريكم طريقة ديال التخمار اللي كان دير اللاطات اللي عندي كنجمعوه صافي كندير الخبز بحلاكة ديالي وكنخليه يخمر في الفران الفران راه شاعل على 150 درجة بحلاكة غادي تخمار وصافي صافينا يتكيتهم كل شي هنا بعد ما اخمرو كيوليونا هاد الشكل دابه هنا يلاقصي ضروري غادي تفش وما يعطيش داك الريجولة تلي بحيتي في الفران يعني عدا وسر باش يجيك داك الخبز حوت هكات يدولو في مخابز ماتي هزولش هوا ما مجيبقوش هزلحت 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 اللاطات صافيو كيحشيو نيشان في الفران تبقى شائد الفورما ديالو يجيزوين هنا يمن بعد ما طابليا في الفران من الفوق غادي نقلبوه صافيو غادي نطيبعو تاني من الفوق ونحيدو يجي على هاد الشكل محمر مقرمل وزويو ما شاء الله من بعد ما طابليا ما غادي نحطه نيشان في الزيف لانه غا يرجع لها ذاك العرق وما ديش عطا ما غيجيش زوين ما ديش هكا مقرمل كندير شبكة بحل هاكا ولغي لاطة هكا هذي الفران ونوقفهم فيها صافيو نخليو انت الماكن حتى يبرد مزيان وعادك ساعة نحيط الصوت مرات سمعت قرميلا حتى يبرد مزيان حتى يبرد مزيان وعادك ساعة نجمع وبنسبة لتخزين هالطريقة كندير بلاستيك هاكا ديال التخزين كننجمع هاكا يربعات الحبث من بعد ما يبرد ما تديرو شو سخون غير يبرد مزيان مزيان وديرو بحالك وديرو فالفريقو ديالكم فاشتبغيو تجبدو ديرو في الميكرو اوند واحد ثلاثين ثاني وتقلبوها عو ثاني ثلاثين ثاني عو ثاني راح تحطوه بحالي لطيبتوه ديك الساعة بغيموه تيجي رطي بزاف وتيجي طري بحالي لطيبتوه بحالي لطيبتوه ديال هنالبنات الفيديو ديالي وصولي نهاية ديالو انتمنى ان شاء الله تخليولي اابوني لماذا لا تشارك معنا في القناة تشارك معنا وخليولي لايكا ديالكم ولي كومنتر ديالكم اللي كيفرحوني ان شاء الله يجبكم هذا الخبز وتجربو ستناول الفيديو الجاي ان شاء الله من هنا التماغ ولكم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة